فوائد أزير اكليل جبل رسائل غصن غصن قطعه بالمقص وتغرسه اكليل جبل ازير رومي سوف أخبركم البلدي هذا هو البلدي سبحان الله هناك أوراق متقاربة يكونوا متقاربين واغلادين سوف نقطع لكم واحدة من هنا لكي تعرفوا هذا البلدي سهل تبدلوا هذا هو الفرق هناك أوراق وغلايدة هذا البلدي والرومي أوراق خفيفة ومتباعدة لا تلاحظوا حتى لا أعرف سوف أرى المزايا سبحان الله الناس الذين كانت تقلق الناس الذين عندها الضعف الذين عندها الحساسية الذين عنده عديد فقط الناس الذين لا يشربوا وطنسيو المزايا ومزايا ومزايا للمعدة ومزايا 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 حيا أينما كنتم أتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والذي باقي لا ينضم لهذه القناة لأن الكثير من الناس لا يشتركوا مرحبا بكم والف مرحبا المهم ان شاء الله بحول الله لدي لكم محجوج أشبه سوف يفرق ما بينهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا أعرف الفرق وهذا يعني ضروري لأن الإنسان يجب أن يعرف فين البلد وفين الرومي اليوم ان شاء الله بحول الله ننبركم على مزايا إقليل جابن أو آزير بمعنى العربية آزير معروف كين تبارك الله المجفف ولا كين مزايا كثيرة في هذا عاد كين الزيوت عندهم مزايا كثيرة كما قلت لكم حيث من المرأة الحاملة لا تشرب حتى فقط نصف ملعقة من الكامون يكون مطحونة ليديها لم يكن مشرم الزنقة وتشربه مع الماء لأن الحاملة يقول لك واشخص ندير واشخص ندير ولكن لا تشرب لاح البلازة اعتر له أسبيرين بالتصبري احتربي ان شاء الله كنت لا يحقق واني لا يحقق لوكو حزامة يارب امين وتسمع كلمة ماما عن قارب إن شاء الله كيف نقول لكم دائما كنا كنت تدون بسم الله على بركة الله اكري الجبل او ازير هذا هو البلدي وهذا هو الرومي الفرق كان فقط في الصيقان هذا أرقيقة وطويلة وهذا قصير ومتداكل سبحان الله عندي شجرة نريدهم لكم هذا كنت غير سافو حد الفاز كان يعجبني هكذا نغرس في الفاز ولكن مما تحرك بلاسته بقى قصير وعمل الزريعة بالتالي مستفدش ونحول الأرض واخذت له السماد عادة تبارك الله كبرت الشجرة وعطيت ممكن انها كيف ما قلت لكم سمحوا لي اقطع حتى غرسته في الأرض عادة سبحان الله الضعف لحجم الشجرة وما شاء الله كان قطعه وكان أعطيه منه وكان أعطيه منه وكان أعطيه منه وكان أحد مستفدش وكان أعطيه منه وكان أعطيه منه كثير من الناس يشربون مع الشيء وهو سهل انك تعود تغرسه ويعود عندك شجيرات لا تأخذ بحال هذا قصير لا تأخذ من العود التي يكون قاسح بحال هذا تقطعه بسكين وكان أعطيه منه وكان أعطيه منه وكان أعطيه منه وكان أكثر من 10 سنتين في الأرض وكان أعطيه منه في الأول مل 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 تبارك الله لاني اكترت من الشجيرات لأنه حتى المنظر عنده حتى المنظر عندنا فهل نحن أتخذ صورة هذا هو الرومي وهذا هو البلدي وكان يتباع مع الشيء مع النعناع من ناس يتبيعوا يقبقوا بطاقة 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 يطور فقط للشرح أخذوا البلدي ولكن الحمد لله كان لها فوق الأرض وخارقها لديها مزايا الناس الذين لديها الضعف الذاكرة بذلك الأمهات تضعوا شيئا لا تعقلوا أين أضعها بذلك الأطفال تحفظ و ينسى تكون هنا لا تعرف ما يمكنني خصوصا إذا وقف عليك الأمر ما هو ورقة أنت خازناها أو هذا شيئا لا تعقلوا أين أضعها تقول يا ربي الكريم لا تنسى لي العقل من كثرة التساممات التي تدخلوا أخطاء نفعلها كما قلنا هيا أمزل الأرق نفعلها تأخذ أي لعدة تغسطه جيدا لا تغسطه جيدا تأخذ أوراق تأخذ أوراق لا تساعد أحسن يكون خير كثيرا لا يكون فايت مغلى و بالطبع لم يتغسطنا لا تستطيع المحب المواد الكيموية كما قلنا كما قلنا كاذا فايت مغلى مصرحة مصرحة اخذ الأوراق يتبعون ربا يتاقدها يتبعون الناس الذين يبيعون النعناع يتبعون حزمي وقلبي يتبعون الأوراق وخزنيهم في شقر عد الزاج وقرعات الغرارف الحليب يتبعون على مدى العام لا تريد شئاً لديه إليه ويقعون حقاً هذا يمكنك العمل مع الشاي مع الحليب فالواليد الذين عافون يميزون محدي لايضاً لا تتجربة حتى القلق بسيطة المعدة الزيادة المصرحة الناس الذين يريدون روماتيزم يمكن أن يأخذ زيت مجهد المرودة بزيت لجابل المرودة بزيت لجابل غير يكون مجهد وممكن أن تصفحوا بحضور البشرة ودعوه لبعض زيوت لأنه مجهد مجهد وراء الزوية والنس الذين يمتعون الزيوت تدهن وتدهن السيقال ومرفق اي بلاسق عندك فيها البرودة اكلي الجابل ارواح ما يكون غير هو حاوله تعمل الشعر تقصوه بزيوت كتفضله نبدو على بركة الله كما قلنا هذا اللي شربناه وولفنا عليه يعني مشي دائما بحده باعدونا قتنا ولفتو عندي في الجريدة كان شربوه جهج مرة ثلاثة في الأسبوع وكان مشي حتى الأسبوع الماجي دروري نناكله ونريحه ناكله ونقيس غازات المعيدة اخطأ المعيدة غازات المعيدة اخطأ المعمر المعيدة شربت اكلي الجابل ونفتني شربت كليد الوصف ونفتني منوع ان ناكله ديسير مرور الماكلة منوع ومكلت لي الحامضة منوع ومشروبات الغازية والعصائر المصنعة والأكل المعيدة سترتاح خصوصا ديسير اللي تتاكله حتى تعرقها مرقة أو العلم الله شنو كليتي وكتجيب واحد فاحة ووجوج اجاسات وكتأخذ بانانة وكتبقات غزغز كتجيك الحرقة أو القرحة كتجيك آلام كتجيك الحموضة كتجيك الغازات وكتجيك 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 والأكل يساعدنا في إخراج الغازات من المعيدة منطفة الكابيد وكيحيد حتى الشحمة زوية والناس اللي تخاف من بصفر مزيان غير ما ندوموش وما نكتروش من الأفراط عندما شربت اليوم وغضة نخلي ثاني وحد يومين ثلثة ونعود نشرب وما نكترش قياس اللي أعطيتكم ما نزربوش على راسنا باش إن شاء الله الشفاء يكون شوشو ضعف الداكرة الوليدات اللي ما تعقلوش في الحفاظة ولا الأمهات ولا هكا ما تكتروش الله رضي عليكم دائما نقلب لكم على راحت غير هذا تقولي ما قادي إن شاء الله مع بسم الله لا حول ولا قوته إلا بالله اللهم بارك وربي غادي شافيكم ضعف الداكرة حجر اللي عنده في المرارة هذا خاصة لكي يابس طحنة ودرنا مع العسل الناس اللي عندهم الحجر في المرارة أنا عندي يابس أقسم به لكسر من ربع سنوات مخسر ما يدرافح كوكا ديو الحليب للأطفال مره مره جيت تسوسي تمسحي الكاغط حتى ما يصدي مور تمسحي بوهد عفوان ويتردين المسائيل قرأت الزاج ويتخباوش بلاسة على الضو كيف يبقوا مدى العام قلنا الصرع الأطفال اللي عندهم الصرع والكبار اللي عندهم الصرع حتى هم يشربوه لإنسان اللي يخصوه عاما ده غية اللي يحضر السلامة أبسط الأشياء تينفاعل دائما الأعصاب ديو الواقفة غي هكا زويون شربوه ثلاث المرات في الأسبوع جمعة الأسبوع زويون قلنا القلق والعاصاب الروماتيزم حتى هو زويون لأنه إلا شربنا منه أخدينا ممكن أن تخذوا ثاني واحد كيميانة بعد المرات والله إليك يبقى فيها لأنه يكبر تنقطعو كنخصني لما نعطيه تناخذوا كل الأوراق وتنغليهم زيان في الماء وتنخشيفهم الرجلية ثاني مهدئ وتيرخي لأنه لا يشربوه زويون بعد المرات ثاني يبسوه حتى نتلقى بشي صديقة أو بشي جانرة ونعطيها كل شيء تبارك الله جيرا اللي عندهم في الجريضة تنفذوا الشحمة المفرطة اللي كانت تستعيلوا الواعر توم زيان ونظروا تقيدوا الله يجرزكم بالخير اكتبوا الاسم قضعت ونحسط ونشيط اللي يحوجك ويوصلنا لشيء اللي خيباء آلام الشهريك لأخذ المسكين لأخذ المسكين لان من بعد زوجي ووليداتك تكون لديهم مضاعفات لديك حبات حلاوة وعندك حتى ازيرتها هو زوية شقيقة الناس التي تجيب حلقة من على برا تكون في العمل والقابطة الطريق والله يحصل العون تحسب الرازي اللي غير تفرق حزبية رويز لك يوريتك في الفيديو السابق ونشرب لدي المبرد سمحوا لي وغطيوه واحد نص ساعة ان شاء الله سيكون قدر غراض وتخمروا وشربوا مرحبا قلنا المعيدة مزيال إسهال الناس التي تجيهم هورا سبحان الله تعالج وعندك الإمساك وعندك الإسهال سبحان الله الناس التي تفعق في الصباح التي يللون ونصبقها الناس التي تفعق وعندها الصخفة وعندها لا يوجد شيء خاصة النساء الذين يكون لديهم الويدات يجب أن تصبح مرحبا ويجب أن تكون بيتها لديهم خاصة النساء تصبح مرحبا تصبح مغلقة على تصبح ذواء يجب أن يكون مفيد للبشرة يجب أن يأخذ زيت تجاعد يجب أن يكون في كل مدخلات المشاكل تحاولوا أن ترسوه بشيء زيت يمكن أن تغليه في بخاخ او رشاشة او فشفاشة ترشو البشرة و ترشو الشعر مزيان للشعر و ترشو الشعر و امتحار القشرة و مزيان حتى البشرة للناس الذين تخاف من التكماش سوف ترشو الشعر و ترشو الشعر و ترشو الشعر و يمكن أن ترشو الشعر و ترشو الشعر حتى ترشو الشعر و ترشو الشعر كما يجب ان تدخلها و ترشو الشعر في الهند الحقيقة لا ترشو الشعر و يمكن أن ترشو الشعر جميعا اتتفاق جدا لأنه لا يكتر بها الأرض تبارك الله الأرض متسعة وتكون تلقى الراحة فين كانوا نتمنى لا نسيت شيئا نتمنى حلقة اليوم تعجبكم ما شاء الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله أي حاجة أعطينا ربي تحية للناس الكبار المسنين تبارك الله الذين يعارفوا يعالجوا نفسهم بنفسهم تحية لهم اللي ما تلاي ولي برحمة الله ولي حي اللي يدوم لي صحيحان ليانوا إن شاء الله ويرزقوا الجنة إن شاء الله هاتشي اللي كان ابنت خاتي كنتمنى الفيديو أعجبكم ما تبخلوش عليها قبل لي لايك طلعوا لي الفيديو جزاكم والله ألف خير حتى بزف الناس ما كيوصلنش الفيديو حتى الغد لي والحمد لله على ما أتان الله إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلام